اصيب اربعة جنود اسرائيليين بجراح متفاوتة اثر عملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة بيت ارياي غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة مصادر اسرائيلية قالت ان من بين المصابين ضابطا كبيرا وصفت اصابته بالحرجة جدا مضيفة ان منفذ العملية استطاع الانسحاب باتجاه بلدة اللبن الغربي شمال مدينة رمالة وعززت قوات الاحتلال من انتشارها في مكان العملية وقامت بعمليات تمشيط بحثا عن منفذها